السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً أعزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال في مصر والوطن العربي وجميع المتحدثين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامج نحو الهدف برنامجكم الإسبوعي نحو الهدف حقيقة أنا أحب أوضح للناس اللي هي مش متابعة البرنامج أو لسه أول مرة يتابعونا النهاردة فكرة برنامج نحو الهدف هو برنامج اجتماعي الهدف منه حلول جميع المشاكل الاجتماعية إحنا النهاردة فيه أسئلة كتير جداً جداً بتبقى في أزهالنا إحنا مش قادرين نجاوب عليها فإحنا منحاول نوفر من خلال البرنامج إجابات لكل المشاكل أو كل الأسئلة اللي بتخطر ببالنا وإحنا مش قادرين نوصل للطبيب المتخصص علشان يقدر يجاوبنا على هذه الأسئلة علامات استفهام كتير قوي بتبقى محتاجة توضيح ومحتاجة إجابة بنحاول إن إحنا في برنامجنا إن إحنا نوصل بيها للإجابة الصحيحة الطبية الصحيحة لجميع الأولياء الأمور واللي بيسألوا يعني الأسئلة اللي فيها مشاكل بالنسبة لهم حقيقة إحنا بقى لنا كم حلقة كده بنتكلم عن الأطفال عاملين سلسلة للأطفال وهي عنوان السلسلة بتاعتنا طفلك بصحة نفسية سوية حقيقة الأطفال بيبقى فيه عندنا مشكلة كبيرة جدا في توجيههم وتعليمهم لأن هم لسه بيعتبروا صفحة بيضة فإحنا بنحاول إن إحنا نكتب فيها كل اللي إحنا عايزينه لو كتبنا كويس النتيجة بتبقى كويسة لو كتبنا وحش النتيجة بتبقى مش كويسة بداية أتشرف بصحبة حضراتكم أنا الدكتور وليد أبو الفتوح استشاري المخ والعصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان يسعدني أن أنا أبقى معاكو طول فترة برنامج نحو الهدف بنتكلم النهاردة عن صفة أو معلومة تالتة نحب نتعلم أطفالنا السلوكيات الإيجابية اللي هي توصل بينا في الآخر لصحة نفسية سوية إحنا كنا نتكلمنا في السلسلة بتاعتنا الحلقات اللي فاتت عن أداب تناول الطعام إزاي نعلم الأطفال يعودوا ويكلوا كويس ويكلوا بطريقة مظبوطة وبعدين نتكلمنا في الحلقة اللي بعد كده عن أداب الاستئذان إزاي الطفل يتعلم أنه هو يستأذن سواء في طلب الحاجة أو يستأذن فيه أنه هو يدخل مكان أو يدخل حتة إزاي يتعلم يستأذن الحقيقة المرتين اللي فاتوا دول إحنا اتكلمنا عن قيم مهمة جدا بتخلي الطفل لما يكبر بتصرفه واسلوبه اللي هو تعلمه وصغير يتمتع بصحة نفسية سوية فما يبقاش عنده لما الشاكل نفسية ولا حتى القائمين على رعايته أو أهله أو كده النهاردة احنا متتكلم عن نقطة تلتة مهمة جدا لازم الأطفال يتعلموها ألا وهي نقطة المساعدة أو التعاون إزاي نتعاون مع بعض التعاون ده شيء مهم جدا لازم نعلمه الأطفالنا إزاي نتعاون مع بعض والمساعدة في المنزل خلينا أقول الأول الطفل لما ييجي يتعلم إزاي يساعد أو إزاي يتعاون مع أقرانه أو مع صحابه أو مع إخواته في البيت أو مع والده والدته دي حاجة مهمة جدا لصحة نفسية سوية في المستقبل لسبب الطفل اللي هيتعلم من الأول التعاون إزاي يتعاون ويساعد الناس اللي حواليه ويساعد زميله ويساعد إخواته هيبقى بعد شوية أب موجود في أسرة وهيبقى متعاون أب متعاون جدا في المستقبل يعني حتة التعاون دي أو المساعدة دي صفة مهمة جدا جدا لازم نعلمها للأطفال من أول ما يبتدي يقف على رجله كده ويبتدي يبص حواليه من سن ثلاث سنين يبتدي نعلمه فكرة إزاي يتعاون مع الآخرين لأن دي هتخليه في المستقبل يتمتع بصحة نفسية سوية لأنه هو هيبقى أب بيساعد أسرته هيبقى أخ بيساعد إخواته هيبقى بيساعد أمه بيساعد بابا أقصد أقول أن صفة المساعدة وصفة التعاون دي حاجة أساسية جدا لازم نعلمها لأطفالنا ولازم نفاهمهم أن إحنا كلنا عايشين في منظومة والمنظومة دي فلان بيساعد فلان في كذا وفلان بيساعد فلان في كذا إذن الربطة دي في قصة الاتحاد أو التعاون بين الأطفال بين الطفل وبين بقية أفراد الأسرة دي نقطة مهمة جدا وزي ما احنا تعودنا أن أنا بحب دايما بيبقى لها مرجعية دينية للنقطة اللي بنتكلم عليها يعني لو جينا نبص مثلا في تعليم الأديان كلها هتلاقي أن الأديان كلها بتدعو إلى التعاون والتكاتف أن كل الناس تبعوا مع بعض وحدة وحدة بحيث أن الاتحاد ما بين الناس والتعاون منهم بيدي قوة للمنظومة فتلاقي إحنا معنا تليفون فضلي أستاذ آية فضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الشبكة عند حضرتك بتقطع يا فنم تتطعون حضرتك كده تاني يا فنم عليش آآ حضرتك والدتي أنا عندها آآ دينا بيسمار يوجعها ضعراء ورسلها على طول تمام بتقوم من النوم كده ضعراء لأنني مش قادرة تسد ضعراء كده ورجلها بتقول واجعها على طول ضعراء بيوجعها تمام يا فنم آآ أيوة بس يا لحضرتك أيوة فنم فين سوائل إيه حضرتك إيه سؤال حضرتك فين السؤال أيوة هو السؤال بس يعني إن هو عظمها بيوجع حياة طيب يا فنم هو الألم العظام ده ليه أسباب كتيرة جدا 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 أولا هي سنها قد إيه هي سنها 40 طيب عندها سكر أو ضغط لأ ما عندها بتقوم بأعمال البيت بتشيل حاجات تقيلة لأ حضرتك هي طيب يعني المشكلة إن هي بس تحت المراوخ وكده المشكلة إنها تحت إيه يعني تحت المراوخ وفاكيف وكده يعني دي حاجة عريضة مؤقتة يا فنم أيوة يا فنم هي عجوة الحاجة حديثية أي يا فنم هو واضح إن هي واخدة دور برد في العظم يعني فهي بتاخد علاج البرد العادي يا فنم مفيش مشكلة يعني شكرا على اتصال حضرتك يا فنم بنرجع تاني للنقطة اللي كنا نتكلم فيها عن موضوع المساعدة أو التعاون الحقيقة إحنا كنا لسه بنقول إن كل الأديان بتدعو إلى التعاون والترابط علشان خاطر الأسرة تبقى متماسكة لو جينا نبص مثلا بالنسبة للتعليم الدين الإسلامي لو جينا نبص مثلا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث استوقفني وأنا عمال أحضر الحلقة كده في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة إذن لو أنت تعاونت مع حد وسانت حد وساعت حد في أنه يخرج من كربة أو من مأزق أو من ضيق هو حاسس به ربنا هيكرمك في يوم القيامة أنه ربنا يفرج عليك كرب كتير قوي من كرب يوم القيامة إذن الرسول من 1400 سنة كان بيتكلم عن الصحة النفسية السوية الصحة النفسية السوية في التعاون ما أنت لما تبقى شخص متعاون هتبقى شخص محبوب فلما تبقى شخص محبوب معنا تليفون أستاذ علي من القاهرة أهلا وسهلا أستاذ علي تفضل أستاذ علي أوكي فصل أوكي معلش حركة تصل بنا تانية فقط لما نيجي نبص على المبدأ اللي هو التعاون والترابط لما تعلم الطفلة هيبقى حد محبوب جدا هيبقى حد مرغوب جدا هيبقى حد في وسط الناس ليه قيمة وثقل وده بيديله تؤلف نفسه شوية يبقى عنده سيلف ستيم أو عنده ثقة بالنفس شوية وده يخليها تمتع بصحة نفسية سوية في وسط الناس اللي موجودة فيه معنا للاتصال علي رجع تاني أهلا وسهلا أستاذ علي اتفضل يا فن أيوه السلام عليكم أهلا وسهلا أهلا بي كنت عايز أخذ يا حضرتك والله موضوع يعني رجع بالأطفال واحد عنده تبول راضي ليلي يعرف إزاي ده نتيجة مثلا أعصاب في الظهر ولا له يعني يكون نتيجة حاجة تانية نتعرف بحضرتك الأول يا فن علي من القاهرة علي من القاهرة أهلا وسهلا يا فن إيه المشكلة بقى عند حضرتك يعني فيها حاجة زي تبول لا إراضي كده بالليل تبول لا إراضي سنو أدي يا فن لا كبير فوق 50 آه يا فن ممكن يكون عنده ضغط أو سكر لأن الأمراض المزمنة دي بتأثر على الجهاز العصبي بشكل مباشر فلما بتأثر على الجهاز العصبي أحيانا كتير قوي بتأثر على الأعصاب اللي موصلة للصمامات اللي مسك المسانة البولية فبتخلي المسانة ضعيفة أو الصمام اللي بيقفل على المسانة البولية ضعيف فبيبتدي تلاقيه بينقط بول أو بيسرب بول أو بيتبول على نفسه يعني فدي أحد الحاجات اللي ممكن تكون سبب أو يكون عنده سبب مناعي تاني آه يا فن بنعمل أولا تحليل السكر الأول وشوية تحليل مناعية كده هريك خد رقم من الكنترول وأنا هقول لها هريك عليها بالضبط إيه هي التحليل اللي ممكن تتعمل بلس تحليل السكر بتشكلين يا فن طبعا لما يبقى فيه شخص زي ما قلنا حد مرغوب كده يتمتع بصحة نفسية سوية يبقى ما عندهش أي مشكلة خالص في التعامل مع الناس سواء الأسرة أو الفرد أو أفراد الحوالية في العائلة أو في الناس المحطين دي إذن لو أنت مشيت على خطى الحبيب لما قال ووصانا بالتعاون والمسندة والمساعدة في المنزل أو في المجموعة ده يخليك شخص مرغوب فيخلي نفسيتك نفسية سوية فيخليك حد متزن وحد في المستقبل تبقى مسؤول وتبقى على قدر كمان المسؤولية إذن تعليم الطفل منذ الصغر التعاون والمساعدة أن كل ولد أو بنت في الأسرة يتعاون مع أخته أو مع أخوه في أن هم ينجزوا عمل معين ما يبقاش العمل ده قائم على فرض واحد لوحده بدون التعاون معاه ده هيخليك بعد شوية تشوف ابنك أو بنتك حد منتج وحد يتمتع بصحة نفسية سوية ودي حاجة مهمة جدا في تنشئة الأطفال يعني إحنا يمكن نتكلمنا في المرات اللي فاتت على بعض القواعد اللي مهمة جدا 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 والنهارده بنكمل موضوع المساعدة أو الاستئذان أو التعاون معنا تليفون أستاذ عبد الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت عندي طفل تللي متعصب وكده يعني طفل عنده كم سنة فن عنده عشر سنين عشر سنين بيتعصب بس ولا فيه حاجة تانية لا بيتعصب كده وتملي ماشي من دروح وبيكلم في نفسه كده طيب الطفل ده يا فندم ليه إخوات لا ملوش إخوات وحيد ها وحيد طيب هو عايش مع والده والدته ها عايش معنا آه كويس التعامل معه بيبقى إزاي يا فندم بنتعامل معه ها دي يعني زي ما اي عبد يتعامل معه هل بتعنفوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا وزيته حضرتك أنا مساء لنيفده أفضل حضرتك هو معرفش بيجيله أو أس كده على طول مش مركز مم وعلى طول مش مركز وانجرم لهم إنه طلب اتعصب حياته كلها عايز إلعباته ومتاعه مستوى الدراسي عامل إزاي يا فندم؟ لا معقول يعني متوسط او عملنا له اختبار زكاء يا فندم؟ لا طيب هنعمل له اختبار زكاء الأول ونعمل له رسم مخ وممكن نعرضه على حد من دكاترة المخ والأعصاب القريبين منكم أو لو عايزين تليفون في الكنترول ممكن ناخده ونتواصل مع بعض إنه هيحتاج جلسات يعني تعديل سلوك شوية زي ما احنا كنا بنقول إن الصحة النفسية للطفل بتبدأ من الصغر دايما قاعدة شهيرة دايما اقول لحضراتكم عليها إن التكوين الشخصية بتاعت الإنسان بتبدأ من سن 6 ل 16 سنة هي دي الفترة اللي احنا مهم جدا نبقى مركزين قوي مع الأطفال علشان نقدر نزرع فيهم الأسليب والسلوكيات المصبوطة اللي تخلينا نبقى معاهم خطوة بخطوة لحد ما يوصلوا لشخصية أو التكوين شخصية سوية وكمان يقدر يتمتع بالسلوكيات اللي تخليه نفسيا عنده المهارات النفسية اللي تخليه مستقر مع كل الناس اللي حوليه مش منبوز منهم مش بينه وبينهم مشاكل لأن كل دو في الآخر بيصبه عند حضرتك أو حضرتك ابنك أو ابنك أو بنتك لما يجي يتمتع بصحة نفسية كويسة انت حتبقى كويس لو ابنك عنده مشكلة نفسية أو مشكلة في التواصل مع الآخرين انت حتبقى مش كويس عشان كده قاعدة شهيرة اللي هو منزرع حصد دي حقيقة دي حقيقة موجودة على أرض الواقع كتير جدا من الناس تيجي لعيادة تقولك يا دكتور أسلنا وهو صغير كنت أنا بصراحة يعني سافرت برة فأنا سبت ومش عارف سنتين تلاتة أو أكتر شوية حاجات زي كده طيب انت سبت ومشيت فانت ما قمتش بالواجب بتاعك ان المفروض تزرع فيه الحاجات المطلوبة منك انك تزرع فيه في وقت معين فانت ما زرعتهاش أصلا فانت مستني إيه فمن زرع حصد دي حاجة طبعا مهمة جدا في تنشئة الطفل وتعليمه السلوكيات المزبوطة اللي هو المفروض هيمشي عليها فشخصيته تبتدي تتكون وتتشكل بالسلوكيات اللي انت بتعلمها له فلما يكبر يتمتع بصحة نفسية سوية حقيقة من ضمن الحاجات برضو زي ما احنا متعودين احنا دايما بنستند بالإضافة إلى الصحة النفسية أو المعلومات الطبية النفسية الأكاديمية بنرجع برضو مرجعية دينية بنتعلم بعض الحاجات من من الدين زي مثلا في حديث من الأحاديث استوقفني برضو وأنا بحضر الموضوع الحلقة في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يسر على معصر من يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة طب في الآخرة فاهمينها يعني ربنا هيدله في الآخرة اللي هيساعد الناس ويفك عليهم العسير ويسر معهم الأمور في الآخرة ربنا هيجزيه بالحسنات اللي هو عملها طب في الدنيا هيجزيه ازاي؟ هيجزيه بصحة نفسية سوية إذن التعليم بتاعت الدين من 1400 سنة كانت بتدعو للصحة النفسية السوية إذن كل ما تقرب من دينك أي أن كان هو إيه؟ التعليم كلها واحدة أي أن كان الدين اللي انت بتنتمي ليه لو رجعت للتعليم الأساسية هتلاقي الكلام ده مكتوب عندك الدين الإسلامي الدين المسيحي أي دين أنت بتدينه هتلاقي عندك أصلا هو الرب واحد فالتعليم واحدة مع اختلاف المزاهد إذن لو أنت جيت تتفكر كويس وترجع لدينك الصحة المزبوط هتلاقي الصحة النفسية موجودة عندك أهو بيقولك من يسر على معصر من يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا في الدنيا في الدنيا يعني إيه؟ يعني خلاك أب كويس خلاك أم كويسة خلاك طفل يتمتع بصحة نفسية سوية عشان لما يجبر ويبقى أب يتمتع بصحة نفسية سوية ويقدر يقود الأسرة إذن التعاون أو أن أنت تتيسر على حد حاجة عنده فيها أسر يعني تتعاون معاه يعني تساعده يخليك أنت في تكوين شخصيتك شخص سوي إذن الصحة النفسية بتبدأ من الصغر دايماً بأكد على هذا الكونسبت وهذه القعدة لأن كتير مننا بيبص للطفل إن هو كائن لسه ما يعرفش حاجة أو لسه صغير معنا تليفون تاني أستاذ أستاذ سامح عادي لو سمحت أنا معي قصل يعني كنت نجواز وحصل نشوار الصلاة طب أول سنة مشوفتش قصل أو تاني سنة وشفته بعد كده وجعني بعد كده بعد سنة أربعة خمس سنين يعني أدلوه كأمر ستة سنين بس حاسس ما عملته يعني أنا مش حاكل عندك وشعاش رب وجوازت بعد كده تاني وكل واحد في حال ياريت يعني معاه في الكنترول لو أنتوا سمعين كويس ياريت حد يقول لي أيها دكتور كده سماني أيها فاندم أنا مع حضرتك كده أقول بقى أنا بالنسبة كان معاي قصة يعني مع الحسن مشوار جواز وطبع الواد اللي بتاع خمس ستة سنين ما شفتهوش يعني طول سنة ما شفتهوش تاني سنة وبعد كده لما بيجي أصل الخمس ست سنين على أساسي بقيت عندي يجوعد يوم وجوازت بعد كده تاني وحاولت أجوعد معها تاني بس اتلقات يعني أنا مش هاكل عندك مش هاشرب أنا مش هاكل عندك لغات يوم الدين فتلقات حضرتك سبتو في أنه مرحلة عمرية يا فاندم يعني سبتو وعنده كم سنة قبله كل شهر مرة يعني حضرتك سبتو الفترة اللي سبتو فيها كان عنده كم سنة أول ما اتولد وبعد كده شفته بعد سنة فين كان لسه صغير وبعد كده لما وصلت أربعة خمسين كنت أروح وعودي له الفلوس وأطلع بيها تنسى أو أجيبه شيء تلاعب وكلام زي كده 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 مجبل معي كان لسه صغير الأول ما وصل ست سبع سنين تغيرت ويتكلم يعني بيحداش أكل زي الأول أو يقوم أو يضيق تمام أنا عندك لغات يوم طيب أنا كده تقريبا فهمت القصة هي المشكلة أن الولد حصل له نوع من أنواع الصدمات النفسية لما هو بدأ يكبر شوية بدأ يفهم أن الأب مش موجود أن حضرتك يعني مش موجود بدأ يفقد جزء أصيل من الأسس الترباوية النفسية السليمة إذن يعني الباثولوجي أو التطور المرض واضح جدا أن السبب معروف بناء عليه الولد اللي من نوع دوت أولا لازم يتعمل له جلسات تأهيل نعمل له جلسات تأهيل وتعديل سلوك علشان الأفكار المغلوطة اللي كانت عنده في عدم وجود حضرتك نبتدي نحن نسحب الأفكار السلبية دي ونحط مكانها أفكار إيجابية وحضرتك لازم هتبقى متواجد لأن حدك جزء أصيل من العلاج لأنه هو هيحتاج يشوف شكل الأب هو يفتقده فحضرتك عدم وجودك خليه ما فيش عنده أب فغياب الأب ده مش موجود فبدأ يتكون عنده أفكار وضللات مش كويسة لدرجة أنه هو بدأ ياخد من حديك موقف أنه هو مش عايز يتعامل معاك لحد ده ما يموت أو كده فإحنا بنصلح الكلام ده عن طريق جلسات التعليم السلوكي اللي هو الجلسات النفسية وتعديل السلوك والعلاج السلوكي المعارفي عن طريق سيشنز معينة احنا بنعملها بنحسن فكر الولد وحضرتك بتبقى جزء من المنظومة العلاجية لحد ما بنوصل لتعديل كل الأفكار اللي عنده أو الضلالات دي شكراً لإتصال حضرتك طبعاً برضو من الحاجات اللي أنا أحب برضو يعني أذكرها في موضوع التعاون والمسندة وتعلمنا للأطفال في مبدأ التعاون أو أن هما يبقوا مع بعض أو أن هما يشارقوا بعض في الأعمال وإنجاز الأعمال أحد الأحاديث الجميلة اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه يعني إيه بقى؟ هنقف بقى وقفة هنا كان الله في عون العبد عديها دلوقتي ما دام العبد في عون أخيه يعني إيه ما دام العبد في عون أخيه؟ دي صحة نفسية مظبوطة مليون في المية ده معنى لو الشخص علمته إزاي يتعامل مع أصحابه أو مع أصدقائه أنه هو يبقى كويس معهم أنه هو يساعدهم تعلمه يعني إيه تعاون ومبدأ التعاون والوحدة بين الأفراد لو علمته ده خلي بالك بقى من الجزء الأولاني كان الله في عون العبد يعني إيه كان الله في عون العبد؟ يعني ربنا هيخليك بصحة بدنية كويسة دايماً هيبقى في عونك لو احتاجت أي حاجة هتلاقيه موجود صحة نفسية سوية لأنه ما فيش أحسن من أن ربنا هو اللي يكون في عونك إذن الصحة النفسية دي جزء أصيل منها تعليم المسندة والتعاون معنا تليفون أستاذ محمد أهلو أستاذ محمد أهلاً وسهلاً الله يخليك أمورني يا فنم تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد تفضل يا فنم حرك معنا على الهوى كيف الحال؟ تمام؟ كله تمام يا فنم الحمد لله الله يخليك يا أخو أارك الله فيك بسأل والله عندي ولد عمره زي 11 سنة أوكي بعدين بدي تبول تبول غير إراضي كده يعني أوكي والله الحالة دي طولت معه شديد بعد 11 سنة 11 سنة 12 كده داخل الإعداد يعني بعد ذلك إنسان كبير طيب القصة دي القصة دي من هو صغير عنده ولا دي حاجة حديثة والله شيء من صغير عنده يعني من هو صغير دايما بيتبول على نفسه أيها من صغير من صغير 11 سنة ولا سنتين ولا تلاتة ولا حاجة أيها من صغير لازم بالليل يعني والدته تتجومه كده وتسوجه كده يعني يعني ما هم يتعود على نفسه أيها فنم أنا أصدأ أقول إنه هو من ساعة ما تولد لحد النهاردة وهو عنده الحكاية دي وإلا فيه فترات عدت عليه كويس لا من ما حددت ولد لحد دلوقتي يعني ما أبيط على العدد أوكي طيب حضرتك يا فنم عملت له أي فحوصات أشعات تحليل لا والله ما عملت له أي حاجة إنه هو بقاله 12 سنة ولا 11 سنة بتبول على نفسه حريك ما فكرتش توديه للدكتور أي والله والله ما عرضت على دكتور وأنا بعدين أعب أسافر كتير يعني هي دي المشكلة يا فنم عدم وجود حضرتك أو عدم الاهتمام بالطفل هو ده ده صميم موضوع حلقتنا النهاردة لما يبقى الولد عنده مشكلة وإحنا مش بنزرع فيه الأسش الصحيحة أكيد هنوصل لنتيجة مش كويسة أولا يا فنم حضرتك المفروض تعمله أشعة رانين مغناطيسي على المخ حقيقة الأمر الواحد بيزعل قوي لما بيلاقي في حالات زي كده بتجي لنا في العيادة تلاقي الطفل مثلا عنده 11-12 سنة وعنده مشكلة بيعاني منها منذ الصغر طب يا جماعة أنتوا سايبينوا ليه ببقى مش فاهم أعمل إيه في الأب أو الأم ده أنا بقاش فاهم أقول لهم إيه يعني أنت عندك طفل مش على الأستاذ محمد على ناس كتير بيبقى عنده مشكلة الولد عنده مشكلة مثلا مثلا بيزع على طول عصبي أو حاجة تانية عنده عزلة ما بيشاركش حد ما بيشدعب حد يسيبه 6-7-8-9-10 سنين ليه 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 بتسيب ابنك أنه هو يوصل للمرحلة دي ما هي قصة ممكن تتعالج بتلاتة من ليه ما هو صغير أنت ليه تسيبه لحد ما تتفاقم الأمور دي نقطة يعني مهمة جدا من هذا المنبر الإعلامي أنا بناشد كل الناس يا جماعة أول ما تلاحظ على الولد أو البنت مشكلة من فضلك اطلع على أقرب طبيب معنا تليفون مين معنا أم محمد اتفضلي يا فندم ألو أهلا وسهلا يا فندم أهلا بحضرتك ألو اتفضلي يا فندم حرك معنا على الهواء يا فندم أهلا وسهلا طب أنا عندي نفس المشكلة برضي ايه نفس المشكلة يا فندم التباول اللي إراضي التباول اللي إراضي أه عندي تسع سنين وفت سنين تسع سنين أنا كشفت عليه من سنتين الدكتور كتاب له علاج بس أنا خفت أجيبه خفت تجيبيه أه تمام ماشي وبعدين بس فعلى المشكلة بقى أحنا الموضوع متزايد مرة واثنين بالليل وحاجة نفسية بقى أنا أسان نفسيا متضمرة هو ده في صميم حلقتنا فكرة أن الطفل أو الطفلة اللي أنا كنت بقوله في أول الحلقة فكرة أن الطفل أو الطفلة لو أنت معلمتوش منه هو صغير هو هيبع عنده مشاكل وحضرتك وحضرتك هيبع عنده مشاكل حركة منتلوقتي بتقولي أن أنا نفسيا متضمرة هو ده بالزبط اللي أنا كان أصد عليه من الحلقة ده هدفي من الحلقة طيب إحنا دلوقتي يا فنم الولد أو البنت لو عنده تباول لا إرادي بنروح بيلي الدكتور ليه يا فنم ليه بنروح بيلي الدكتور عشان الدكتور يا فنم بيكشف عليه وبيعمله فحصات وبيكتب له الدواء فالمفروض الخطوة اللي بعد كده إن إحنا ناخد الدواء طيب إحنا دلوقتي ما خدناش الدواء والولد فضل زي ما هو طيب إحنا نعمل إيه دلوقتي يا فنم حريكت معنا أيوة معا حضرتك كويس يبقى إحنا دلوقتي هنعمل يا فنم هنرجع للطبيب المختص طبيب الأطفال هناخد الدواء يا فنم ما تخافيش من الأدوية يا فنم إحنا لما صنعنا الدواء عارفين إن ليه أثار جانبية ولكن بند الدواء بجرعات ما تعملش أثار جانبية على الأطفال وفي نفس الوقت تاخده النتيجة المزبوطة بالإضافة إلى الدواء يا فنم حضرتك محتاجة تعملي له تقييم نفسي لأن قد يكون المشكلة لها علاقة بيه إن الولد بيخاف من حاجة ما بيقدرش يواجه حد بيزعق له عنده مشكلة نفسية فإحنا بنعمله سايكولوجيكا الأسسمنت أو بنعمله فحوصات نفسية نتطمن إن الولد نفسيا سليم وعضويا سليم بعد كده بنبتدي نديله الدواء لو هو عضويا فيه مشكلة بنديله الدواء لو هو نفسيا فيه مشكلة بنبتدي نتعامل معاه بالجلسات والساشنز اللي إحنا بنعملها والأدوية بتاعتنا اللي محدش يخاف منها برضو الأدوية الهدف منها إنك توصل لصحة عضوية سليمة فتبقى الصحة النفسية سليمة يا فندم أرجوكي وديه لدكتور الأطفال يعمله فحوصات وياخد الدواء بتاعه هو وأخوه الصغير أو أخت الصغيرة حقيقة مشكلة لنا لسه بقول لحضراتكم إن المشكلة دي مشكلة بتقابلني كتير يعني تلاقي مثلا الأب أو الأم مشخص الولد عنده تباول إرادة ووديه للدكتور وكشف عليه ومش عايز يديله علاج طب ليه طب أنت عايزه يخش في مراحل الشفاء إزاي أبو حمزة من القاهرة أهلا وسهلا السلام عليكم أهلا يا أبو حمزة صديقي البرنامج أبو حمزة أهلا وسهلا إزايك يا دكتور إزايك يا أبو حمزة أهلا وسهلا خير الحمد لله إحنا النهاردة الحلقة بدري عشان أنت كده قدرت توصل لنا بدري النهاردة أه حداك النهاردة مش مأخر الحلقة يا دكتور عشان كده عرف توصل أهلا وسهلا يا أبو حمزة تفضل طيب انا كان عندي سؤالين يا دكتور فضل السؤال الاولاني انا عندي بنت عمي عندها 24 سنة مدمنة بابشي افتقرت هتقول لي فيه تباول لقراضي كمان يعني الموضوع ان عدل تباول لقراضي شغالة لا يناور لا لا هي مدمنة بابشي تمام يا فنم تمام وبعدين الحاجة التانية يا دكتور انا عندي حمزة ابني عنده 6 سنين مجرد ان انا اجيب له لعبة بتقعدش ساعتين وبواضح فهل ده طبيعي اه اه تمام في اسئلة تانية يا ابو حمزة لا لا هم السؤالين دون كده تمام اوكي ماشا ابو حمزة انا هرد عليك طبعا فكرة البنت 24 سنة وبتلعب بابشي ماينفعشي بتلعب بابشي لان انت مثال انت مثال ليه الاطفال الصغيرين يعني حمزة والناس اللي معاه دول اكيد بيبصولك ان انت الحد اللي انا هتعلم منه فماينفعش انا بقى لعب بابشي فهو يلعب بابشي ماينفعش فانت هتبقي قدوة للاطفال الصغيرين فماينفعش طبعا ان انا ايه الاقي القدوة يعني بتلعب بابشي ماينفعش يعني دي نقطة مهمة ثانيا تعالي نتكلم عليك انت بقى انت لو بتلعب بابشي بعد شوية خلايا المخ هتتأثر هتتأثر ليه من كتر الالعاب الالكترونية والحركات والزبزبات دي بتاكل في خلايا المخ طب ليه 24 سنة وحد كده اللطيف ليه يلعب بابشي وخلايا مخه طبوز ففيه سببين يخلوك ما تلعبيش بابشي دي نقطة نقطة التانية بالنسبة لحمزة حمزة بيقعد يكسر اللعب ماينفعش اولا يعني هو فيه شقين كده عايز اقولهم اولا بالنسبة لحمزة يا حمزة ماينفعش تكسر اللعب بتاعتك ليه بابا جايبها لك او ماما جايبها لك او عمه جايبها لك او اي حد جايبها لك اللعبة دي انت لازم توري البابا وتوري الماما وتوري العم وتوري للناس كلها ان انا بحافظ على الحاجة اللي انت جايبها لي يا بابا فبابا يبقى مبسوط منك ودي قاعدة ياريت كل الاطفال يتعلموها يعني 6 سنين اتوقع ان حمزة دلوقتي مفروض يعني ان هو حد اورينتد وواعي شوية للناس اللي حواليه ويقدر يبقى communicable ويقدر ان هو يتعامل مع او يتواصل مع الناس بشكل reasonable بشكل معقول فقصدقول ان انت يا حمزة لازم تتعلم تحافظ على الحاجة عشان خطر الناس اللي حواليك دي نقطة نقطة تانية ابو حمزة او اي حد تاني بقى لازم يبقى فاهم كويس قوي ان الطفل برضو عنده حتة التطلع هو بيبقى عايز يعرف ايه اللي جوا اللعبة دي يعني هو مش بيكسرها عشان هو عايز يكسرها لا هو بيكسرها عشان خطر شو ايه اللي جواها يعني انا افتكر بالمناسبة برضو واحنا صغيرين كنا دايما نقعد نتفرج على التلفزيون في سن حمزة واصغر كنا نلاقي التلفزيون ده فيه حاجات بتتحرك كده الشاشة فيها ناس بتتحرك فكنا نبقى متخيلين اوي ان احنا لو دخلنا جوا الشاشة دي هنوصل للناس اللي جوا ففكرة التطلع عند الطفل موجودة حاجة احنا عشناها والاطفال بيعيشوها ولكن احنا نحاول بقدر المستطاع ان احنا نخليهم يحافظوا على الحاجة بالتعليم نقولهم ان دي حاجة لنا ولازم نحافظ عليها ولازم نحط لهم قواعد لاستخدامها في وقت معين ونحرمهم من الحاجات اللي هم بيحبوها لو عملوا كده في لعبة فيقوم اللعبة اللي بعدها ما يقدرش يعمل فيها كده وهكذا سياسة السواب والعقاب سياسة احنا من اتباعها مع العينين كتير واسبتت فعلا نجاحها في اطفال كتير جدا فكرة السواب والعقاب انك تديله حاجة هو بيحبها لو عمل كذا او تحربه من حاجة هو بيحبها لو ما عملش الحاجة المطلوبة منك اذا سياسة التعاون مع الاطفال دي سياسة صعبة جدا مش سهلة ولكن محتاجة صبر محتاجة ان انت تكون من النوع اللي بيصبر لان ده طفلك حتى منك فانت عايزه يبقى كويس فانت عشان ما تبقاش مدمر نفسيا زي المدام اللي كانت بتكلم من شوية لازم تصبر على الاطفال وتراعيهم صحيا بدنيا نفسيا ونفسيا مهم جدا لان النفسيا ده بيأثر على البدني والصحة اذا المفتاح في ايد حضرتك برضو استكمالا لموضوع حلقتنا الا وهو تعليم الاطفال المساعدة والتعاون عشان يصبح فرض في المجتمع وفي الاسرة وفي العائلة بتاعته فرض محبوب فنفسيته تبقى كويسة استنادا للقواعد اللي احنا بنتعلمها من الاديان لو جينا نبص مثلا في صورة المائدة ربنا سبحانه وتعالى بيقول وتعاونوا على البر والطقوة اول كلمة وتعاونوا وتعاونوا على البر والطقوة ولا تعاونوا على الاسم والعدوان ودي قاعدة انا حب اوضحها التعاون التعاون مش دايما حلو التعاون على البر والطقوة لكن التعاون على الاسم والعدوان مش حلو هتقولي يا دكتور وليد بانت عمل تقولي التعاون التعاون والناس تساعد بعضيها وتبقى مع بعض واحدة في الخير في الصح في تعليم الطفل القصص الصحيحة مش مثلا تلاقي مثلا حد قاعد مع الطفل يقوله اضرب فلان اعمل في فلان كذا حاجات كتير قوي بنشوفها وبنسمعها واسلوب يعني مش كويس وانت تبقى سعيد جدا اضرب عمه اشتم عمه ايه 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 يعني اضرب عمه اشتم عمه ايه ايه ده ليه الناس يعني يا جماعة انا بنشدكم من هذا المنبر الاعلامي تعاونوا على البر والطقوة على التعاليم المظبوطة على الاسلوب المظبوط بلاش الحاجات الوحشة اضرب فلان اشتم فلان شد فلان الكلام ده كله ما هو ده ايه ده يعني انت كده عايزه يوصل لايه وبعدين ترجع تشتكي وتقول يا دكتور الحقني الولد عدواني الولد عنده اندفاعية الولد عنده بيمدي ايده طب انت اللي زرعت فيه هو من زرع حصد ازرع صح تحصد صح هي القواعد كده ففكرة انك تستند الى قواعد تعلمها للاطفال من ضمنها قاعدة النهاردة اللي هي المساعدة او التعاون دي حاجة مهمة جدا برضو من الحاجات او من الآيات الجميلة اللي استوقفتني وانا اعمال اقرأ في موضوع التعاون والمساعدة الآية اللي في سورة طه آية جميلة جدا الحقيقة وكلنا نعرفها بسم الله الرحمن الرحيم اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اجدد به ازري واشركه في امري يعني تاخد بالك ان سيدنا موسى لما سأل ربنا على ان هو عايز ينجز العمل اللي ربنا اوكله اليه اول حاجة افكر فيها ايه فكرة التعاون اديني حد سيدنا هارون من اهله اخي هارون اجدد بيه ازري يعني اتعاون معاه ويبقى مساند ليا ويخليني في موقف قوة ازا التعاون والمساعدة صحة نفسية سوية عشان يقدر ينجز العمل الموكل اليه شوف ربنا بقى من الايات الحلوة الجميلة بقى يعني دي حاجة تحس بمتعة لما تيجي تقرأ الاية بقى اللي في سورة القصص الاية 35 ربنا رد عليه وقال له قال سنشد عضدك باخيك يعني هنقوي ظهرك ونقوي موقفك ان انت تنجز عملك بالتعاون مع اخوك ازا التعاون والمساعدة هي صفة اصيلة عشان تخلي اللي قدامك يبقى بيتمتع بصحة نفسية سوية علم طفلك المساعدة علم طفلك التعاون ما تخليهوش اناني ما تخليهوش بيستحوز على الحاجة لوحده ما تخليهوش اخواته ينجزوا الاعمال وهو بيتفرق عليهم من غير ما يساعدهم اصلا انت لسه صغير لا اشركه على قدر سنه وعلى قدر صحته وعلى قدر امكانياته في الاعمال المنزلية خليه يعرف يعني يبقى عنده concept او مبدأ التعاون والترابط مع الاخرين الحقيقة احنا وقت برنامجنا للأسف يعني مش بسرعة دايما الاوقات الحلوة بتعدي بسرعة فانا حقيقة محسيتش بالوقت خالص لايتهم لايتهم في الكنترول بيقولولي فاضل دقيقة يعني حقيقة يعني الوقت الحلو بيعدي بسرعة طيب قبل ما اختم انا عايز افكر حضراتكم احنا اتكلمنا في سلوكيات الاطفال عن اداب الطعام والاستئزان والنهاردة كنا بنتكلم على التعاون والمساعدة استنوني الحلقة اللي جاية علشان هنتكلم عن صفة رابعة او سلوك رابع من السلوكيات المهمة اللي احنا نازم نعلمها لأطفالنا عشان يتمتعوا بصحة نفسية سوية ساعدت بصحبة حضراتكم طول فترة البرنامج الناس اللي ما قدرتش توصل لنا عن طريق التليفون على صفحة الفيسبوك عنوان الصفحة بتاعتي الدكتور وليدة بالفتوح استشار المخ والعصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان هتلاقوا عليها أرقام التليفونات وطريقة التواصل بيننا تحياتي لحضراتكم أشوفكم الأسبوع الجاي تحياتي الدكتور وليدة بالفتوح استشار المخ والعصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان ودومتم بكل صحة وكل خير واشوفكم الأسبوع الجاي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته